بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة الحضور الكريم أسعد الله صباحكم جميعا بكل الخير يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأنتم تشرفون أعمال هذا المنتدى الواعد الذي نحرص على انعقاده لمناقشة آليات وجهود تعظيم الاستفادة من مشاريع وبرامج القيمة المحلية المضافة كي تتحول إلى نهج مستدام وسياسات راسخة تسهم في الانتقال باقتصادنا الوطني نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار وبكل صراحة فإن هذا الموضوع يعتبر من أهم المواضيع المطروحة في خطابنا الاقتصادي كيف نستطيع أن ننوع من اقتصادنا الاقتصاد العماني كما تعلمون جميعا يعاني من تحديات كثيرة ولكن لديه فرص عظيمة جدا في السنوات القادمة بعد أن تجاوزنا الكثير وكما يقال يعني خرجنا من عنق الزجاجة أصبحنا نتطلع بشغف وطموح عال إلى السنوات القادمة التي من المتوقع أن النمو يتجاوز أربعة ونصف في المية وهذا ليس كلام فقط تفاؤل لكن هذا بالأرقام والنهج والرؤية التي تتبعها حكومة صاحب الجلالة لقد كنت في الأسبوع الماضي في زيارة إلى الصين والصين كما تعلمون يعني ربما عندنا بعض الصور النمطية عن ما هذا الصين ولغز الصين وإش اللي حادث في الصين لكنني خليني أقولكم إياها بكل صراحة وبكل وضوح الصين اليوم تبهر العالم الصين اليوم أقوى قوة اقتصادية في العالم الصناعات التكنولوجيا البناء مستوى المعيشة ارتفع بشكل كبير الصين اليوم ما عادت ذلك النموذج أو المعطف الشيوعي التي يعتقده البعض وعندما تأملت في هذه التجربة يعني كيف استطاعت الصين خلال 40 سنة أن تحقق كل سنة بشكل مستدام 10% نمو وهذا كلام مش كلامي هذا كلام موثق كان عندهم طبعا كما تعلمون من 1949 إلى 1976 الحزب الشيوعي بعد قيادة الزعيم ماوت سي تونغ وطبعا أصبحت دولة شيوعية والدولة تمتلك فيها كل شيء قضوا على القطاع الخاص قضوا على كل المبادرات قضوا على الملكية الشخصية وعانوا كثيرا خلال تلك السنوات من الحكم الشيوعي وبعد وفاة ماوت سي تونغ قيض الله لهذا البلد أن يطلع زعيم جديد من نفس الفريق اسمه دينج شاوبينغ وأتمنى أنكم تتابعوا هذا التطور الذي حصل في الصين لأن دينج شاوبينغ تنسب إليه الإصلاحات الاقتصادية التي أصبحت فيها الصين اليوم أقوى تقريبا من الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية يعني بلا منافس وهذا ليش سبس كلام انفعالي ولا حماس لا هذه تجارب وأرقام مهمة جدا فماذا فعل دينج شاوبينغ في الإصلاح الاقتصادي دينج شاوبينغ له عبارة مهمة جدا وألمعية وخارقة لكن بالنسبة لنا العرب يعني ممكن ما نفهمها بالشكل الذي فهمه الصينيين إيش قال ليس المهم أن يكون لون القط أسود أو أبيض ليس من المهم أن يكون لون القط أسود أو أبيض ولكن المهم أنه يقتل الفئران أنا لسنوات صراحة ما كنت أفهم هذه العبارة ولكنها مثل ما يقولوا بالإنجليزي هي تعرف لغتهم كلها كاركتر صور مثل ما يقولوا بالإنجليزي وربما يعني شيء اسمه الاستعارة في البلاغة العربية هو كان يقصد مسألتين أساسيات أولا التخلص من معطف الشيوعية ومعطف الأيديولوجيا اللي يخلينا نحكم على الشخص هو شيوعي في الحزب ولا هو مارق قال علينا أن نتخلص من هذا الأحكام المسبقة على الناس والمواطنين ليس هو هوية نحكم عليه لا نحن نحكم على المواطن الصالح بإنتاجيته هل هو قادر أن يكون إنسان منتج في هذا الوطن العظيم وفي هذه المؤسسة ولا هو يشكل عب على المؤسسة بتكاسله ويخلي الفئران تلعب وتسرح وتمرح كما يقال فانطلق دين شاوبينغ في تعميق الانقتصاد والانطلاق نحو الإنتاج أنت مواطن صالح بإنتاجيتك وليس بشكلك وليس بمصرك الملون وليس بهويتك لأنك من القبيلة الأخرى كل هذه الأشياء لا تعني في الدولة الحديثة ما يعني في هذا الوطن وفي هذه المؤسسة هل أنت ترفع هذه المؤسسة وهذا الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة ولا أنت تشكل عب على هذه المؤسسة وعلى هذا الوطن وعلى هذا الكيان بشكل عام فالتخلص من ثقافة المظاهر والأحكام المسبقة كان في غاية الأهمية وكانت في الستينات الصين يعني تعاني من الكفاف كما يقولوا وكان الفلاحين 70% ما قادرين حتى يعني يحصلوا قوت اليوم كانت في شبه مجاعات في الصين كما تعلمون بعد عشرين سنة من ذلك مع الإصلاح الاقتصادي سمحوا للفلاحين بأنه كل واحد يمكن أن يمتلك أرض عشر فدان والفائض اللي هو عنده يقدر يبيعه في السوق اقتصاديات السوق فهم خذوا أفضل ما في الرأس مالية اللي هو اقتصاد السوق والمنافسة وخذوا أقوى الأشياء من النظام الشوعي اللي هو الدولة عليها أن تحقق الأمان وتحقق الدفاع وتحقق السلام وتحقق المساواة والعدالة أما اقتصادها تسوق فعلينا أن نتبنىها إذا كنا نريد أن نبني وطن كريم ومنتج عندما نتأمل الاقتصاد العماني يعني إيش علاقة هذا الكلام أنا أتكلم في الأخيرة عن الاقتصاد العماني أنا ما يهمني ماذا يحدث في الصين الاقتصاد العماني كما تعلمون خلال الخمسة وخمسين سنة الأخيرة الدخل الرئيسي ما له يأتي من النفط والغاز ولنقول على سبيل المثال مش بالدقة عشر مليار ريال تأتي من نبيع النفط والغاز في المقابل نحن نستورد أشياء من الإبرة إلى السيارة هذا مستورد هذا مستورد كل الأشياء اللي حوالينا أصبحت في مجتمع مثقل بالاستهلاك يستورد كل شيء ما بقى شيء ما نستورده هذا للأسف طبعا حتى التمر اللي هو المنتج العماني الأصيل على مدى أكثر من ألف سنة أصبحنا نستورد جزء حتى الماء يعني ما حدث خلال العقود الخمسة علينا أن نراجعه بشكل دقيق ونكون قاسين أحيانا على بعضنا البعض أو على التجربة ليش؟ لأنه علينا أن نوقف هذا الاستهلاك الذي أغرقنا والذي دخلنا في الديون ودخلنا فيه ما يعرف بالثقوب السوداء ما يعني؟ يعني السيولة التي تأتي العشر مليار تروح كلها إلى الخارج حتى العمالة ترى تساهم في هذا النوع من التفكير وأنه ما تبقى سيولة في البلد عشان كذا ترى المواطن دائما عنده يرلهث وراء الفواتير المؤسسات الحكومة وإذا كل حد يحاول يدفع لأنه عندنا شيء بالماينس في اقتصادنا هذه المسألة التي علينا أن نعالجها لأننا مجتمع استهلاكي غير مستدام وغير قادر على خلق وظائف جديدة لأنه أساساً ما نقيب عملة صعبة العملة الصعبة تأتي من منتجياً فقط حتى السياحة ضعيفة عندنا يونيمت كما يقولون فبالتالي علينا أن نراجع أنفسنا قليلاً إذا أردنا أن نتقدم إلى الأمام وإذا أردنا أن نكون بحق في مصاف الدول المتقدمة هناك طبعاً برامج القيمة المحلية المضافة التي صراحة مجموعة تقوم بدور مهم جداً سواء كان طلعت من شركات قطاع النفط والغاز هناك دور هام لمجلس المناقصات هناك أيضاً برامج أخيراً من شركات جهاز الاستثمار نتمنى لهذه الجهود أن تتوسع بشكل كبير بحيث أن نستطيع أن نخلق وظائف لن نستطيع أن نخلق وظائف إذا كنا جالسين ننتظر ما تبت نزل الوزارة والحكومة وظائف هذا لن يحدث خلال السنوات القادمة إلا بشكل محدود جداً اقتصادنا عليه أن يخلق على الأقل مئة ألف وظيفة حتى نستطيع أن نستوعب كل سنة ستين ألف عماني يطلعوا من الجامعات ويدخلوا إلى سوق العمل هناك يقولوا لي وقف لكن ما علي يعطوني شوية دقائق لأني بعدني ما دخلت في الموضوع إذا لكي ننجح في هذا البرامج ما القيمة المحلية المضافة والتنويع الاقتصادي علينا أن نؤمن بالدور المحوري والريادي للقطاع الخاص تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة في غاية الأهمية لأنه هي في كل العالم نحن صحيح أن نتأخرنا كما قلت لأسباب كثيرة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة لكن هي الأساس ودور الحكومة يبقى في الأساس إطلاق برامج تحفيز وتسهيلات تدعم الرواد سواء كان تمويل أو سواء كان مجلس المناقصات أو الشركات الكبيرة مثل تنمية نفط عمان أو دليل أو غيرها تحدد نسبة من هذه العطاءات والمناقصات يجب أن تذهب إلى مؤسسات عمانية بحيث أن الفلوس تدور في المجتمع العماني ولا تذهب تسقط في الثقوب السوداء قد يقول لبعض يخي إيش نقدر نعمل إحنا ليسنا بلد صناعي ما عندنا قابلية ما عندنا مياه ما عندنا هذه كلها خرافات هذه كلها استيريوتاب إحنا صدقناها وهي عبارة عن فقط أكاذيب ليست أكثر من هكذا خليني أضرب لكم مثال عن فكرة قابلة للتطوية للتطبيق تعرفوا كم محطة تحلية مياه في عمان حديث برع ويقاوب إحنا عندنا على الأقل أربعين محطة تحلية إيش تسوي محطات تحلية المياه هي تأخذ الماء من البحر تصفي الملح والسوديوم وتعطينا الماء الحلو أو العذن هل تسألنا يوم ليش عمان تستورد الملح سؤال بسيط وبديهي كيف أنت عندك كل هذه محطات التحلية ومع ذلك تستورد ملح الطعام ترجع الملح مرة ثانية إلى البحر يا إلهي إيش هذا يعني لماذا لا نوقف هذا النوع من الهدر ونقلق قيمة محلية مضافة هل نعلم أن البطاريات الجديدة في المستقبل ستكون مصنوعة من السوديوم وليس من الليثيوم وهناك تجارب ناجحة طلعت عليها في ألمانيا في الصيف الماضي البطاريات أصبحت تصنع من السوديوم زايد الزينك فنحن لدينا فرص عظيمة جداً في هذا المجتمع وفي هذه الحضارة العمانية التي ذاتها يوم كانت أمبراطورية أكيد كان عندنا شيء أن نصدر لهذا العالم وبالتالي ما علينا أن نستسلم لهذه الخطابات أو الأكاذيب أو الخرافات أي أن تسموها أننا لسنا بلد صناعي بالعكس ما فيها تايوان حتى تكون بلد صناعي هل أحد فيكم عرف عن تايوان هل عرفتم كم الناتج المحلي لجزيرة كلها صخور بركانية لا يوجد شيء ينبت فيها وبدأت من 1949 بالناس الذين هربوا من الصين وذهبوا الناتج المحلي لتايوان 800 مليار تخيل الرقم 800 مليار تستورد كل الموارد الطبيعية وما فيها أي موارد وهنا يأتي الاعتماد على الإنسان لا بد أن نكون عندنا تلك الجرأة العظيمة مثل ما كان أسلافنا يعبر فيها البحار والمحيطات لا بد أن تكون هذا النوع من الجرأة في التعاون مع التحديات التي تواجه المجتمع العماني المجتمع العماني قادر هل تخيلتم في يوم ما إيش تعني كلمة هواوي التليفونات هل حد عمره فكر يبحث ماذا تعني هذه الكلمة تعرفوا صح هواوي عبارة عن كلمتين الصين قادرة تخيلوا البرانت اللي يرفع معنويات الناس أن نحن قادرين أن نكون أقوى من أي حد هذا هو الشعور الذي يريد أو المعنويات التي يريدها لمجتمعنا العماني عندنا كثير من القطاعات الواعدة التعدين الزراعة أجدادنا عاشوا على اللوجيستيك نقل من شرق أفريقيا إلى البصرة رحلة الشتاء والصيف يقضوا هنا فقط القيض التي هي ثلاثة أشهر عشان الرطب بعد كذا ينطلق في آفاق واسعة جدا وهذه الروح التي نريدها للأجيال العمانية أن لا تستكين في مجتمع استهلاكي غير قادر على خلق الفرص عمان في مصاف الدول المتقدمة رؤية وشعار عظيم جدا يلزمه الكثير من العمل وتعظيم الإنتاجية وتقديس العمل فعلا هذا هو الطريق الذي نود أن يكون مسار الصحيح لبلادنا لنكون بحق وجدارة خير أمة أخرجت للناس لا يسعني إلا نتقدم لكم بالشكر الجزيل معاليد الدكتور على رعايتكم لهذا المنتدى والشكر موصول إلى جميع المتحدثين الذين إن شاء الله سيدحفون في خلال الساعات القادمة بالعديد من الأفكار البناءة والشكر موصول إلى الرعاة وإليكم حضورنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر